موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة لابتدائي درسنا اليوم Units 1 Lesson 2 اليونت الأول الدرس الثاني أنوان الدرس Our Playground ساحة اللعب الخاصة بنا موجودة بصفحة ثمانية من كتاب الطالب وتمارينها موجودة بصفحة ستة من كتاب النشاط قبل ما بدل الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بلسم الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة لابتدائي بصفحة ثمانية من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة Our Playground بالدرس السابق عرفنا أن Playground معناها ساحة اللعب Our Playground معناها ساحة اللعب الخاصة بنا خاصة بمدرستنا أسفلها مكتوب Listen Point and Say استمع أشر وقل منطيني صورة بيها أجزاء ساحة اللعب مجموعة من الألعاب اللي موجودة بساحة اللعب يطلب من عندي أني Listen استمع Point أشر استمع للمقطع الصوتي ينطق أجزاء ساحة اللعب Point أشر مع المقطع الصوتي And Say وأردد بعد المقطع الصوتي فمثلا بالمقطع الصوتي يقول It's Tunnel إنه نفق أنا أردد وراء It's Tunnel أنا مود أطور مهارة القراءة عندي فراح نستمع للمقطع الصوتي نأشر ونردد بعد المقطع الصوتي بعدها نعرف شين المطلوب حفظه من هذا النشاط خلن نسمع المقطع الصوتي أول شي Track 6 Listen, Point and Say It's a roundabout It's a ladder It's a slide It's a swing It's a ring It's a tunnel They are bars إذن لاحظنا من خلال المقطع الصوتي إنه فقط ينطق أجزاء ساحة اللعب ويطلب من عندي إنه أردد بعده شين مطلوب حفظه من هذا النشاط يجب حفظ أجزاء ساحة اللعب اللي هنا لديك كلمات إملاء زائد معاني يعني يجب أن أحفظ كلمة tunnel شون تنكتب وشين معناها كذلك swing roundabout ladder slide وbars ليش؟ لأن من ممكن أن يتجيني بالامتحان على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة أو يجيب لي صورة هذه الأجزاء أجزاء ساحة اللعب ويطلب من عندي إنه أكتب ملاءها لذلك لازم أحفظ ملاء هذه الكلمات جدا مهمة بالامتحان التحريري بعض التلاميذ يسأل أستاذ شون أحفظ إملاء الكلمة من الممكن أن يجيب دفتر اللغة الإنجليزية الخاصة بي ينقل الكلمات بأعلى الصفحة ويعيد كتابتها على عدد أسطر الصفحة بالممارسة من خلال الأعادة يحفظ إملاء ذن كلمات بعد ما حفظنا إملاء الكلمات لازم نحفظ معانيها Tunnel معناها نفق هذا النفق Tunnel معناها نفق Swing معناها أرجوحة This is the swing إذا سألك الأستاذ What is this؟ ما هذا؟ It's a tunnel إنه نفق Slide زلاقة What is this؟ ما هذه؟ It is a slide إنها زلاقة Roundabout Roundabout هو الدوار What is this؟ ما هذا الشيء It's a roundabout إنه دوار لادة لادة هو الدرج فإذا سألك الأستاذ What is this؟ ما هذا الشيء It's a ladder إنه درج وآخر شيء Bars Bars هي الأشرطة اللي يقفزون عليها التلاميذ إذن لازم نحفظ ظن الكلمات ملاء ومعاني عرفنا شون نحفظها ملاء شون تجيني بالامتحان أما يجيب ليها على شكل حروف ناقصة مثلا يجيب لي هاي الكلمة يعذف حرف ال-U حرف ال-N فأنا لازم حافظ ملاء الكلمة أنا لم أستطيع جاوب هذا النوع من الأسئلة أو يجيب ليها على شكل حروف مباثرة يباثر حروف الكلمة ويطلب من عندي ملاءها الصحية أو يجيب لي أجزاء ساحة اللعب على شكل صور ويطلب من عندي نكتب ملاءها هذا ما يخص النشاط الأول ما أعبر هذه الصفحة لحد ما أتأكد أني حافظ ملاء ومعاني ذلك كلمات جدا مهمات بالامتحان التحريري ننتقل إلى النشاط الآخر Read and write the names of the playground things أقرأ وكتب أسماء الأشياء الخاصة بساحة اللعب هنا أنا منطيني مجموعة من النصوص أقرأ النص أحاول أفتهمه أريد أعرف شن اللي يقصده من خلال ذن الجمل يا جزء من أجزاء ساحة اللعب المفروض أكتبه بهذا الجمل وبعدها أكتب الجزء المناسب لكل جملة شون يعني؟ يعني مثلا number one أولا look at me واحد من هؤلاء الأشخاص يقول انظر إلي I am flying up on the فرار أنا أطير على الفرار شون الكلمة المناسبة للفرار؟ يا جزء من أجزاء ساحة اللعب المناسب لهذا الفرار أكيد الشخصية التي تتحدث هي لينا تقول I am flying up on the swing أنا أطير على المرجوحة flying up on the swing number two ثانيا wow I am walking along the فرار مرحل أنا أسير على طول الفرار شون نكلمة المناسبة للفرار؟ يا شخصية من هاي الشخصيات اللي داي يسير يمشي يعني أكيد هاي الشخصية يسير على bars الأشرطة فأقول I am walking along the bars أنا أسير على طول الأشرطة number three ثالثا I am here أنا هنا I am climbing up the فراغ أنا هنا أنا أتسلق لأعلى الفراغ شون الكلام المناسبة للفراغ؟ يا شخصية من ذن الشخصيات اللي داي يسلق داي يتسلق على شنو؟ يا جزء من أجزاء ساحة اللعب مناسبة أكيد هاي الشخصية داي تتسلق على الدرج فأقول ladder I am climbing up the ladder أنا أتسلق على الدرج number four رابعا I am on my knees أنا على ركبي I am crawling through the فراغ أنا أقوم بالزحف من خلال الفراغ شون الكلام المناسبة للفراغ؟ يا شخصية من ذن الشخصيات اللي داي يقوم بالزحف هاي الشخصية يقوم بالزحف من خلال tunnel tunnel هي النفق number four رابعا look at me انظر إلي I am going down the فراغ أنا ذاهب لأسفل الفراغ شون الكلام المناسبة للفراغ؟ يا شخصية من ذن الشخصيات اللي نازل للأسفل أكيد هاي الشخصية وجزء ساحة اللعب هو slide فأقول I am going down the slide أنا ذاهب لأسفل الزلاقة number six سادسان here I am ها أنا ذا I am spinning around the فراغ أنا أدور حول الفراغ شين الكلام المناسبة للفراغ؟ أكيد هاي الشخصية اللي داي تدور حول الدوار اللي هو roundabout شين المطلوب حفظه من هذا النشاط؟ عندي ملاحظة جدا مهمة يجب حفظ كل فعل وما يناسبه من حروف الجر وأجزاء ساحة اللعب شون يعني؟ يعني هنا أنا flying up يطير هذا الفعل شين يناسبه؟ يناسبه حرف الجر on زائدا ساحة اللعب المناسبة إلى swing وهنا نذني عبارة عن أفعال وحروف جر وأسماء خاصة بساحة اللعب متناسقة وحدة تجوية ثانية walking along bars لازم أعرف أن الwalking يجو إياها along ويجو إياها bars climbing يتسلق يجو إياها up يتسلق للاعلى حرف الجر ويجو إياها لادة الدرج crawling يسحف حرف الجر through وجزء ساحة اللعب tunnel فذني لازم أحفظهن أنا سوي تنعي شكل جدول يقدر التلميذ ينقله دفترة الأفعال حروف الجر المناسبة إلها وأجزاء ساحة اللعب حنا قبل دقائق حفظنا أجزاء ساحة اللعب كأملاء ومعاني بقى بس أعرف شن يناسبها من الفعل وحرف الجر فمثلا flying يطير flying up يطير إلى الأعلى يا لعبة بساحة اللعب تناسب هذه العبارة flying up يطير إلى الأعلى أكيد swing walking يسير أو يمشي along على طول شن اللعبة اللي موجودة بساحة اللعب مناسبة لهذه العبارة لازم أعرف إنها bars climbing يتسلق up للأعلى climbing up يتسلق للأعلى يا لعبة اللي تناسب هذه العبارة ladder يتسلق الدرج crawling يسحف through يا لعبة بساحة اللعب مناسبة لهذه العبارة أكيد tunnel اللي هو النفق يسحف من خلال النفق going يذهب down لأسفل يا لعبة من أجزاء ساحة اللعب مناسبة لهذه العبارة أكيد slide يذهب لأسفل الزلاقة spinning اللي هي يدور around حوله يا لعبة من ساحة اللعب المناسبة لهذه العبارة أكيد roundabout يدور حوله دوار زيان ليش أستاذ أحفظ هذه العبارات ليش أحفظ الفعل وشي ناسبة من حرف جر وشي ناسبة من اللعب الموجودة بساحة اللعب لأن من الممكن أن يجينا بالامتحان بأحدى الصيغة التالية الصيغة بالامتحان واحدة من أدتهم ذنيجا مثلاً يجيب ليها على شكل حقلياً حقل A حقل B يطلب من عندي أني أوصل الأفعال بحرف الجر المناسب لأنني أدي الأفعال لازم أن أحافظهم وحافظ حروف الجر المناسبة لها فمثلاً يقول لي climbing و going وصل للفعل بحرف الجر المناسب climbing اللي هي يتسلق يناسبها down يتسلق للأسفل أكيد لا climbing up يتسلق للأعلى نعم فأوصل الفعل climbing بحرف الجر up و going اللي هي يذهب شنو الحرف الجر المناسب إلي going down يذهب إلى الأسفل نعم فأوصل going بحرف الجر down مثل ما وضحنا بالجدول climbing up و going down اذا من الممكن يجيب ليها على شكل أفعال وصلها بحروف الجر المناسبة أو أكو صيغة ثانية من الممكن أن تجيني بالامتحان مثلاً يقول لي وصل الفعل بالاسم المناسب يجيب لي الفعل و حرف الجر أو وصلهم باللعبة المناسبة إليها مثلاً spinning around spinning around معناها يدور حوله فأنا لازم أعرف أن spinning around اللعبة المناسبة إليها round about فأقول لي spinning around round about يدور حوله الدوار walking along يسير على طول البارز الأشرطة نعم يسير على طول الأشرطة مثل ما وضح في الصورة وما يناسبها يسير على طول الدوار إذن لازم أعرف كل فعل شن الحرف الجر المناسب إليه و شن اللعبة المناسبة للفعل الآن عرفنا أن هذا النشاط مهم شن استخلصناه من عنده شن يجينا بالامتحان ننتقل إلى النشاط الآخر هذه صيغة ثانية من الممكن أن يجيب إليها بالامتحان مثلا ينطيني مجموعة من الكلمات اللي هي up down through along around ذن حروف الجر اللي خدناها قبل دقيقة قل لي read and write the words اقرأ الجملة و املأ الفراغ الخاص بالجملة بالكلمة المناسبة من الكلمات اللي منطيني إياهن بأعلى التمرين هو حال لوحدة مثلا قل لي i am climbing up the ladder انا اتسلق لأعلى الدرج نعرف ان climbing حفظناها من خلال الجدول يناسبها حرف جر up واللعبة اللي تناسبها هي لعبة ladder number two ثانيا i am going فراغ the slide انا ذاهب فراغ الزلاقة شن كلم المناسبة للفراغ فانا حفظت الجدول و عرفت ان going يناسبها down going down the slide انا ذاهب لأسفل الزلاقة فنشوف going down ذاهب للأسفل الشخصية ذاهبة للأسفل number three ثالثا i am crawling فراغ the tunnel انا اقوم بالزحف فراغ النفق شن الكلم المناسبة للفراغ through نعم through من خلال crawling through the tunnel اقوم بالزحف من خلال النفق اما الجملة البقية number four رابعا i am walking فراغ the bars انا اسير او امشي فراغ الاشرطة شن الكلمة المناسبة اكيد كلمة along along the bars انا اسير على طول الاشرطة اما الجملة الاخيرة number five i am spinning فراغ on the roundabout انا ادور فراغ على الدوار شن الكلمة المناسبة للفراغ اكيد كلمة around spinning around ادور حول الدوار اذا هاي صيغة ثانية من الممكن نتيجين بالامتحاء على شكل اسقاطات يجيب لي حروف الجر بعلى تمرين ويجيب لي مجموعة من الجمل لازم اوصل حرف الجر المناسب للفعل المناسب مثل ما اخذنا بالجدول اللي كتبناه بالدفتر لازم نحفظه ننتقل الى كتاب النشاط تمرين اي read and match اقرأ وطابق منطيني مجموعة من الكلمات اللي هي اجزاء ساحة اللاعب اللي اخذناها بداية الدرس ومنطيني صورة تجمع اجزاء ساحة اللاعب يطلب من عندي اني اكتب رقم كل جزء من اجزاء ساحة اللاعب امام الصورة المناسبة الى مثل ما وضحنا بداية الدرس انه لازم اعرف معاني ذني كلمات على ممود اقدر اوصلها بالصورة المناسبة اذا انا ما اعرف معناها ما اقدر اوصلها لذلك ضروري جدا اني احفظ معناها بالاضافة الى حفظي لاملاء الكلمات فنمبر وان اولا ladder ladder معناها درج يا جزء من اجزاء ساحة اللاعب اللي موجودة بالصورة مناسبة هالكلمة اكيد هذا الجزء فاكتب رقم واحد اللي هو رقم كلمة ladder الدرج في هذا المكان نمبر ثو ثانيا roundabout roundabout الدوار يا جزء من اجزاء ساحة اللاعب اللي بالصورة يناسب هذه كلمة اكيد هذا الجزء هذا هو الدوار فاكتب رقم الكلمة اللي هو رقم اثنين في هذا المكان نمبر ثري ثالثا swing ارجوحة يا جزء من اجزاء ساحة اللاعب مناسب لهذه كلمة انا اذا ما اعرف كلمة swing شن معناها ما اقدر احل لذلك اعيد الملاحظة قرورة جدا انه نحفظ معاني ذنل الكلمات swing معناها ارجوحة يا جزء من اجزاء ساحة اللاعب تماسب لهذهكلمة اكيد هذا الجزء فاكتب رقم ثلاثه اللي هو رقم الكلمة في هذا المكان tunnel يا جزء من أجزاء ساحة اللاعب مناسب لهذهكلمة هكيد هذا الجزء سلايد الزلاق هذا الجزء الخاص بالذلاق أما الكلمة الأخيرة بارز اللي هي العشرطة هذا الجزء الخاص بالعشرطة هذا التمرين مجرد يختبر حفظي لمعاني لذين كلمات لأن أنا لو ما حافظ معناهن ما قدر أوصلهن بالمكان الصحيح للصور ننتقل إلى التمرين الآخر أكتب كلمات أجزاء ساحة اللعب ما هي؟ ما هي؟ أنا منطيني مثل الحزورة يقول لي أنت تسحف من خلال هذا الشيء ما هو هذا الشيء؟ أنا من خلال الفعل Crawl وحرف تجار Through إذا ترجعون لي الجدول رح تعرفون شنو اللعبة الخاصة بساحة اللعب اللي تناسب هاي الجملة You crawl through this تسحف من خلال هذا الشيء شنو اللعبة اللي بساحة اللعب اللي نسحف من خلالها أكيد Tunnel فنقول Tunnel إذن مثل ما ذكرنا بملاحظات السابقة من الممكن نجيب لي الفعل وحرف تجار ويطلب من عندي اللعبة المناسبة للفعل وحرف تجار لذلك جدا ضروري أنه نحفظ الجدول على مدنجاوب جميع تمارين هذا الدرس إذا جنب الامتحان نمبر 2 ثانيا You can go down this يمكنك الذهاب أسفل هذا الشيء What is it ما هذا الشيء؟ It is إنه أي فراغ شنو الكلمة مناسبة للفراغ؟ بما أن Go down ينزل إلى الأسفل أكيد اللعبة الخاصة بهذه الجملة هي Slide الزلال نمبر 3 ثالثا You spin around on this أنت تدور حول هذه اللعبة أو هذا الشيء What is it ما هو هذا الشيء؟ It is أي فراغ إنه فراغ Spin around يدور حوله يدور حول شنو؟ يا لعبة من أجزاء ساحة اللعب مناسبة لها الجملة أكيد يدور حول الدوار فأقول roundabout نمبر 4 رابعا You climb up this أنت تتسلق هذا الشيء What is it ما هذا الشيء؟ It's أي فراغ إنه فراغ شنو الكلمة مناسبة للفراغ؟ يا لعبة من أجزاء ساحة اللعب مناسبة لها الفراغ؟ Climb up يتسلق يتسلق إلى الأعلى شنو ألي أن يتسلق إلى الأعلى؟ أكيد الدرج اللي هو لعدة نمبر 5 خامسا You walk along these أنت تسير على طول هذه الأشياء What are they ما هي هذه الأشياء؟ They are فراغ إنها أكيد بما أنه walk along يسير أو يمشي على طول الأشرطة اللي هي bars نمبر 6 سادسا You fly up on this أنت تطير على هذا الشيء What is it ما هو هذا الشيء؟ It's a فراغ شنو اللعبة المناسبة لهذه الجملة؟ أكيد The swing تطير على المرجوحة أسفل هذا التمرين يقول لك Listen and check your answers استمع وتفقد أو تفحص إجاباتك ما يحتاج نستمع للمقطع الصوتي نحن نعرف أن إجاباتنا صحيحة من خلال الملاحظات اللي وضحناها من بداية درس وحد الآن وبعدها قل لك How many points did you get? I got فراغ points كم عدد النقاط التي حصلت عليها؟ لقد حصلت على فراغ من النقاط أنا يقول لك اختبر نفسك صحح نفسك بعد ما تجاوب جمل هذا التمرين وتصحح مع الأستاذ تشوف كم نقطة حصلت من خلال هذا التمرين هذا مجرد يجي نشاط صفي أنا مودة أشوف حلي للتمرين صح لو خطأ شقد حصلت من 6 درجات طبعا هذا التمرين تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري هم صيغة ثانية منطيني الفعل منطيني حرف الجر مناسب له ويريد من عندي اللعبة ننتقل إلى النشاط الآخر أسأل وأجب ضع صح هنا محادثة بين تلاميذ اثنين التلميذ الأول يسأل يقول لها هل تحب الزلاق؟ فهننا التلميذ الآخر يجاوب كيف؟ أما يقول نعم أحبها أو يقول كلا لا أحبها التلميذ الأول يسأل مرة ثانية من الممكن أن يغير السلايد يخليها مثلا بارز هل تحب الأشرطة؟ كذلك التلميذ الآخر أما يقول نعم أحبها أو نو أي دونت من الممكن أن هذا التلميذ كذلك يسأل التلميذ الأول يقول له مثلا هل تحب النفق؟ التلميذ الآخر كذلك يجاوب نعم أحبها أو كلا لا أحبها إذن هذا مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التحدث ننتبه أن الأستاذ يعمل محادثة بداخل الصف بين تلميذ الآثنين الأول يسأل والآخر يجاوب ومن ثم بعدها الأول يسأل والآخر يجاوب فنحاول نحفظ هذا السؤال ننتقل للنشاط الأخير مانطيني مجموعة من الصور أباوع الصورة وأشوف شن حرف الجر المناسب اللي توحي ليها هاي الصورة فهنا هنا صورة هاي البنية اللي تأشر للأعلى شن الكلمة المناسبة لهذه الصورة down أسفل غير مناسبة السهم للأعلى along على طول كذلك غير مناسبة up للأعلى نعم هذا أكثر خيار مناسب فأكتب الكلمة أمام هذه الصورة up للأعلى نمبر 2 ثانيا السهم للأسفل إذن نريد كلمة للأسفل down للأسفل نعم هذا أكثر خيار مناسب نمبر 3 ثالثا السهم للأمام يا حرف جر مناسب لهذه الصورة along على طول نعم تسري على طول مثلا الطريق وأقول along أما number four رابعا منطيني هذا الجسم والسهم حوله فلازم أشوف كلمة حوله through من خلال غير مناسب around حوله نعم هذه كلمة مناسبة أما number five خامسا منطيني جسميا والسهم فيت بنصهم من خلال كلمة through من خلال هذا ما يخص هذا التمرين كذلك يختبر حفظي لمعاني ذلك الكلمات اللي هنا حروف الجر من الممكن يجينا بالامتحان اليومي الأستاذ ينطيني ذلك الصور ويطلب من عندي أني أوصل الكلمات أو حروف الجر كل حرف جر مناسب لصورة معينة هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الكلمات المهمة جدا بالامتحان التحرير وكذلك الامتحان الشفوي الكلمات ذني هي أجزاء ساحة اللعب الأفعال المناسبة إلها حروف الجر كذلك المناسبة إلها أخذنا التمارين المهمة عرفنا شون تجينا بالامتحان بالأضافة إلى الجدول اللي خليني أجاوب على أي سؤال متعلق بهذا الدرس ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة معكم على الشاشة